موسيقى برحب فيكن أعزائي المشاهدين بلقاء جديد من قضايا الدولة أقرت سلسلة الرتب والرواتب زادت للكطاع العام كما زادت للأسازة بالكطاع الخاص المدارس الخاصة حملت الزيادة للأهل عبر زيادات متفاوطة على الأقصاد فتصدت لألة لجان الأهل اللي هي مسؤولة بالدفاع على الأهل ويبقى السؤال كيف بيدفع الأهل زيادة الأقصاد وهن لم يتقادوا أي زيادة على رواتبهم وإذا كان مؤشر غلال معيشة ارتفع لا لم تقر أي زيادة للكطاع الخاص حتى الآن وهل يعقل أن يبقى لحد الأدنى كما هو وتبقى الأجور في الكطاع الخاص كما هي أين العدالة الاجتماعية ولماذا هذا التفاوت في الأجور بين الكطاعين العام والخاص هالموضوع راح نعرجو الليلة مع رئيس اتحاد لجان الأهل بالمدارس الكاثوليكية في جبال الكسروان السيد ريتشارد مرعب أهلا وسهلا فيك أهلا وسهلا فيك شو عاملين السنة في هالمدارس الخاصة؟ يعني مثل السنة الماضي يمكن شوية السنة الحدي شوية أقل نحنا كنا عم نجرب نهاون الأمور قد ما فينا يعني ما بدنا نصعد الأمور نحنا مش ضد مدارسنا مثل ما كتير عم بيصوروا الأمور يعني في عالم عم تصور الأمور نحنا ضد الرهبانات وضد الرهبان وضد المدارس يعني هو شي غلط بالعكس يعني الرهبانات والرهبانيات كان عندها دور كبير بالتعليم ودور تشكر عليه عبر الإرسليات عبر الإرسليات وعبر حتى غالسة حتى الرهبانات المحلية اللي موجودة يعني وعندها مساعداتها وعندها عندها الشغل اللي عملته اللي تشكر عليه وليه إذا بدك الليبناني أخذ صيد حتى بالعالم بالتعليم المميز اللي هو كان من ورها المدارس هاي دي فنحن ملنا ضدهم بس اليوم في عبق تقيل صار على الأهل هيدا الأهل ما عم بيقدروا بقى يحمدوا في وضع اقتصادي ضغط نحن ما عم نحكي شي جديد العالم كله تعرف ضغط وضع اقتصادي العالم ما بقى تحمل في زيادات عم تجي هاي اللي نحن عم نطرد عليها هاي زيادات لأنه نحن عم نطلب نفتح هالموازنات كلها طبعا المدارس المدرسة يلي فعلا ملنا قادرة تكفي وعندها مشاكل نحن مع زيادة إذا بتستحقها الزودي في عندها زودي نحن مع بس في مدارس نحن بنعرف أنه كمان عندها كتير وفر عندها كتير أرباح في موازناتها بدت كمان توقف حدها الشعب أكتر حدها الأهلية أكتر بهالموضوع هلأ زيادة زدتها لمدارس سنة الماضية في قسم زدتها في مدارس كتير سنة الماضية إذا بدك ما وقعت الموازنات طبعا وأحيلتها مجلس التحكمية هلأ رجع الوزير شو صار فيهم هول الوزير رجعت راجع عن الإحيلات هولي في مدارس كانت مقدمة شكاوة واحدة غير عبر وزارة التربية فهيدي الشكاوة كفت وفي مدارس أخذت أحكام وفي مدارس تصرت فيها إذا بدك تسوي بينهم بين المدرسة قصتوا خفضوا بمطارح معينة وهذا الشيء اللي نحن معه نحن مش ضده نحن منشجعك بالاتحاد نحن منقول إذا قدرنا نوصل لأتفاق معي نحن والمدرسة نحن مش ضد هذا الموضوع شو معدل الزيادة كان السيد ريتشاب تقريبا اللي قبلته فيها لك تتفاوت الزيادات بين بانك المدرسة والتاني من أداة لأداة تقريبا في مدارس كان عندها زيادات بحدود 200 ألف في مدارس واستة زيادات فيها المليون و800 ألف أي تتفاوت كتير زيادات بيرجع حسب المدرسة وحسب القصة الأساسة طبعا المدرسة وحسب أداة المدرسة إلا لأنه المدرسة اللي إلا زمان وعندها أسايت زي صار إلهم كمان فترة طويلة عم بعلمه المعيش غير والزودة بتيجي غير. مجبورة تزيد اكتر يعني بفهم الناس. ايه اكيد يعني الاستاذ اللي عم بعلم صار له فترة طويلة زياد الزودي اللي رح تيجي عنده بالدرجة بتكلف اكتر من الاستاذ اللي فيت جديد تب في سؤال بيسألوا كل مواطن انه هالزودة للأستاذ الدولة اقرت زيادة للأستاذ والأستاذ هنه كطاع خاص. صح. مش كطاع صح. تب ليش بقيت الكطاع الخاص ما بيلحقوا زيادات. كيف الاهل بدون يدفعوا يعني انا موظف بالكطاع الخاص. اي. بدي ادفع زيادة عن ولادي وانا ما زادولي بالكطاع الخاص ما اجني زود. هاي كمان احد اسباب المشكلة. ما هي يعني هو هيدا الوضع الاقتصادي الضغط. والدولة ما ادرا يعني البلد ما بيحمل ووضع اقتصادي ما بيحمل. عم نجي نحن نزيد. هود الاهل هون نحن اصار خطار انا منام بديجيب. انا كاهل منام بديجيب مصاري. صحيح. انا انا اخذ زيادة ما اخذ. لبل انا لحني ضرائب زيادة حتى امنوا. مية بالمية. حتى التفقاء زادت. حتى التفقاء زادت. يعني كله زاد. اذا واحد عنده ارشان بالبنك لحقوب الضريبة. صح. من الخمسة للسبعة. فكل شي زاد. الا دخل هالمواطن هيدا. وهلا عم تجي تقول له بدك بدك تدفع. بيش بولك تبشيل ابنك من المدرسة الرسمية. المدرسة الخاصة حطوه بمدرسة رسمية. بطير منيح في محلات بالمدرسة الرسمية. اوجي المدرسة الرسمية ما اعترامنا. نترك السنويات. السنويات في مستوى بالسنويات الرسمية. لا بأس بيه جيد جدا. حتى الموطر حكير فيه سنويات عن جد منرفع لهم شابوه. بس في عنا كمان نحنا بالمدرسة يعني نسينا السنويات التكميلة وال يعني از بحكي من تروازيان منزول. عنا مشكلة. عنا مشكلة. لك يا سيز ريتشارد انا كنت في مجلس بلدي التنوريين. نبقى نحنا نأمل للمدرسة السنوية لحق البنزين الدولة ما بتأمل لها بمزود. تتشعل تتدفل ولاد. وانا بديك شغلي معنى ان احنا في كتير السيزة بالقطاع الرسمي حطينوا بيدهم بالقطاع الخاص. صحيح. تبليه. 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 بدنا يتحسن وضعها. بس بهذا الوقت تكون تحسنت المدرسمية الاهلة. فعلا مش قدرين ندفعه. وهذا عمواجهوه. اذا بتسأل انت حيال ادارة مدرسة. قداء عندك اقصات غير محصلة من سنة للتانية. عندها مشكلة. عندها مشكلة. لانه فعلا في وضع اقتصادي. مش لهم الناس ما بتتدفع. انتو كدور كليجين اهل. واتحاد عصعيد تحصيل. نحنا اللي عم نطالب فيه. نحنا نفتح الموازنين طبعا المدرسة. وفيه كمان قصمة دولة لازم تتحمل. يعني الدولة ايجت اليوم عطيت زاودة وقاعدت عفرد مال. دولة كمان في قصمة تحمل. ليش ما دفعت الزاودة هي? بدألك الدولة ما فيه مصاري. بس التلميش في المدرسة الرسمية زيز ريشار. ايه؟. عم بيكلف خمس تلاف دولار. سبقتني. سبقتني. ثلاث تلاف دولار. تتفضل هي الحق بما انه التعليم حق لكل مواطنة. تعليم حق وإنزمية التعليم للتعليم الأساسي. هيدا دولة مجبورة فيه. هيدا دولة دولة مجبورة فيه. طب انت أمني. أمني قصم من هالمصاري أقل له. يا دولة. أمني هيدا القصم. والأهل بيتكفل وبيكون يشل تقريبا نص العبق عن الأهلية. وعندنا السنويات بيبقى لنا قصم صغير. موصل ساعتها لحلول فيه. بس الدولة دولة غيبة. هي للأسف. عندها فاقت بالأسادزة ومبين أنه وظفت 3000-4000 استادزة. هذا الموضوع. هذا الموضوع هو أهم موضوع بغلال الأقصاد. هني المعيشات. معيشات طبعا الأسادزة. يلي هني هني مطمئ بقصمينا 65-35. سنة فيه مدرس عم تعمل موازناتها غير 65. فيه مدرس عم تعملها 70-30. فيه مدرس عم تعملها 72. حتى فيه مدرس وصلت أكتر. بس القصم الأكبر بعده 65-35. الـ 65 هي منهم تجي. تجي فيه موضوع نحنا عم نطرحه. وهلأ زبدك عم نشتر نحنا على مشروع. نطرح متل تعديل للإنون 515. ضوابط لألو. تصير نحنا عدد الأسادزة يعني يتلاقم مع عدد التلميذ. لأنه اليوم عم نفوت نحنا على مدارس. بتطلع بتلاقي عندك عدد ساعات تعليم أكتر بكتير من ما أنت بحاجة. عشوائع بيكونوا الدول. طيب هاو دي كلهم مدفوعين. مدفوعين من جابة الأهالي. مين مدفوعين? نخففون. ما كمان هالأهالي متضررين. يعني ترسط بتشيلوا الفائد. ايه أكيد. أكيد. أنت مش معقول أنت تكون بحاجة مدرسة مثلا بحاجة لميتان استاذي كن عندها ثلاثمئة وشوية. أنا بفهم ميتان عندها ميتان وعشرين ميتان وثلاثين منفهمها. بس كن عندك ثلاثمئة وشوية كون أنت بحاجة مثلا خمس تلاف ساع التعليم إذا مدرسة كبيرة كن عندك مثلا تسعة تلاف ساع التعليم أو مدرسة صغيرة أنت بحاجة لألف ساع عندك ألف وسبعمائة ألف وثمانمئة ساع هون شو دور لجين الأهل بهالموضوع هايضا هون نحنا عم نطالب عم نحضر مثل مشروع إنون نحنا كاتحاد هالإثنين نحدد فيها الأطر يعني متو أثبتا بكل الدول. نحنا ما عم نخترع شي شي ما حدا تفكر فيه. نحنا عم نلحق النور الأوروبية مثل ما نحنا عطول نتمثل بشيء منيح جمان. يعني بأوروبة ع game عم نعم نشتغل بعن العشرة والتسعة عشر وتلميز يكون عندون استاز. нي ني ني اجمالة عم نشاغل بين الاربعة عشر والخمصة عشر باللبنان باللبنان. لا عندنا عندنا مطارح كل ستة تلميز عندون استاز. بالتعليم الرسمي أكثر ما هي. بالتعليم الرسمي بنا يعقوانها المشكلة كبيرة بالتعليم الرسمي. بس نحنا بالتعليم الخاص فيما يعنينا نعم نكون في مطارح أقل بكتير. وهي المشكلة في مدارس عندها يعني ها متطلع في مدارس التعليم السنوي فيها مثلا بيوصل القصة لثمانية مليون وشوية متطلع من مدارس تانية ومستوى جيد جدا كمان بيكلفك أربع مليون وشوية لا لأنه في هالضوابط هني عاملينها منهم هني من تلقاء نفسهم هني عاملين هالضوابط هاي دي ومشان هيك بيقشت بس تقشت قيمة الخمسة وستين عم تقشت مبيلة قيمة الخمسة وثلاثين بالمية لابا ساعتها عم بصير القصة بيه نوعا ما مقبول عند الاهيلة الست درجات شو عملتو فيها الست درجات الست درجات نحنا نحنا معين نهاي نحنا ولنهار كنا ضد الست درجات هاي دي يوني انونا واقررت بإنهم نحنا تحت سق في الانون بس ميت كيف باكما تندفع هان هون المشكل مشكل بطريقة دمويله هون المشكلة WEW هون المشكلة نحنا اللي يعبقوا عم بوقد البتنضبط هاللأ الثاني ما عم بينحكى فيها بل عم بينحكى فيها ما كبير بالعلم بس عم بينحكى فيها ولو لبل في مشروع كان بيبكركي كمان بس الناس استاذ رشار المقدرة تسكر الاقصاد السنين السابعة كيف ممكن تسكر ست درجات اذا اقرد الزيغات ما نحنا لا عم نحكي نحنا بهات ضوابط نحنا وقت القصد بينزل ببعض المدارس بينزل بارقام كتير كبير يعني فيك تدفع ست درجات وبيضل قصدك نازل عن مكان مشين هيك نحنا من ريح المدارس بقصد الخصومات يعني انا بيوصل اليوم بيقولك انا ما قادر ادفع بعد علي يا ابني عم بيوصل بهالمدرسي يخصمو له رقم معي انا لما بينزل هالقصد مضطلت مضطلت خصوم له ما في زون بقى لهالخصومات الكبيرة يعني بيقل له كتير النسبة طبعا كتير بيقل له بالوق اللي هلأ عندنا ارقام بمدارس كبيرة عندك ارقام مخيفة مع تندفع معقول تنزل الاقصاد بعد اذا بصير بتحط هالضوابط بتنزل وفي مدارس ملتزمي بهالضوابط من تلقاء نفسه مثل ما قلت لك والاقصاد مقبولة جدا بس تقريبا ما في اقصاد تحت 3000 دولار بالمدارس الخاصة ايه بس في في اقصاد متلمسة 6000 ايه في اقصاد متلمسة 6000 ايه في اقصاد نفس الصفوف يعني انت بلاي هيدا هون وهيدا هون تقريبا الدوب وبالوقت كمان هيدا المدرسة عنده مست نانسين ومخرجي قضات ومخرجي حكمة وين المشكلة بس هاي المدرسة ملتزمي بهالضوابط من تلقاء نفسه هاي المدرسة مانا ملتزمي هاي توزفات عشوائية يعني متل مصاير هلأ بالدولة عندنا هاي توزفات عشوائية كافة عندنا توزفات عشوائية وهاي المشكلة السؤال هيك اللي بيورد على الزهن انه هالشخص المدفع على المدرسة صوت ولاده كيف بده يستمر بتعليم ولاده وشو كيف حل هالوعد اللي هاي عم تقول في ارقام خيالية لناس ما دفعوا هاو دي سنت الجيل رقم بده يتضاعف واللي بعضه بده يتضاعف صح وبين سني وسني وازا بتاخد السني شي وسنت الماضي كان اقل اللي عم تحكيه كتير صح مشان هايك نحنا عم نحكيه شو الحل فيه ضوابط لانه كل ما زد عنا مشكلة وعم بتزيد الخصومات بالمدرسة والمدرس بتلك انا عم بخصوم لابدنا ان احنا تطير تخصميه مدرسة بس كمان ما تزيد عم تخصميه بنهاية من كيس من كيس غير اهالي يعني هالو ما عم بيقدر يدفع غير اهالي عم بيسكروا عنه تاني سنة لانه هالقام عم بتفوت بموازنة تاني سنة وعم بينضافوا على على الاهالي يعني بنهاية المدرسة ما رح تخسر شيء بده يصير فيه ضوابط نحن عم نحكي اذا من عمل بحدود خمسة عشر تلميذ يكون عنده الاستاذ نمشي بنور رائعة بنور مكتير منيحة وعملنا نحن الدراسات به الخصوص هايلي وهالتي عم نشتر هذي كل يوم كمان اجتمعنا بالوزير السابق اذا بدك استاذ زياد بارود اجتمعنا فيه وحكينا بهالنقط بنها النقط هولي كلهم وهو مع هالطرح يعني فيه طرحتين كمان هو عم بيشتل عن بحضره استاذ زياد كمان بالموضوع وكان عمنا اجتمام مع النقيب الاستاذ رودول كامل فيه تواجه نعمل شيء نحن وياهم بهال موضوع هيدا نحن معه والاساذ نحن لانهات كنا ضد حق والاساذ زي لا بل اذا بدك نحن ضمن الامور اللي عم نطالب فيها المدرسة عم تدفع على صندوق التعويضات عم نجي تاني سنة عم لقى فيه مدارس ما دفعه بس هايدي عم تنحط على الاهالي فنحن عم نطلب انه ضمن الموازن التقدم تكون في براءة زمة من صندوق التعويضات للمدرسة تتعرف وزارة التربية انه مزبوط هالمدرسة دفعت للعليا لا صندوق التعويضات تنهر استيز بدوي فيل ما يقولولو ما في عنا مصاري نحن نعطيك بصندوق التعويضات مصرياتك مأمنين مش هاي عم طالب يكون في براءة زمة مرفقة مع هالموازنة طيب هلأ اذا السنة لجمة الاهل ما مضيت الموازنة لمدرسة شو عم بيصير بهك حالي عم نفوت بمشكل نحن والادارة وراح يصير مثل سنت الماضي يعني اذا بدل المدرسة تصر راح نروح نحن على مظاهرات راح نروح على قاضي امور عجلي راح نروح نحن اللي فينا نعمل انه في قضايا راح فيها ايه سنت الماضي صار في كتير عنا فوق ال 65 مدرسة نحن ماملوا الموازنات وراحوا كلهم صبوا على المجلس التحكيمي يعني بعثوا على الوزارة والوزارة احلتهم على المجلس التحكيمي التربوي طيب في سؤال اهل المكسورين على صوت اولادهم واذا فكروا هيك بمنطق انه راح ينقلوا لادهم على المدرسة الرسمية الى حق المدرسة تحجب الافادة عن الولد اذا فيه صوته متراكمة لا المدرسة الرسمية هاي دي اذا بدك مشكورة وزارة التربية على هذا الموضوع فيك تطلع بتقدم طلب تطلع على المنطقة التربوية بيب عبدة بتقدم طلب شكوى اذا بدك وبتاخل هاي الشكوى وتروع على المدرسة الرسمية وعم بيسجلوا لاد لانه بالنهاية الولد ما خصوا بهذا النزاع ومن حقه يتعلم لو ما اخد افادة من المدرسة لو ما اخد افادة من المدرسة بيحل مشكلته مع المدرسة واحدة بس الولد حقه يتعلم ما فينا نحرم الولد من التعليم وهي دي مشكورة مشكورة ليا الوزارة طيب عم تستقبل هاتلميز كده وقت اللي بتشوف حالات مثل جورج اللي حرق حاله قدام المدرسة ايه الله يحمل شو كرمان الولاده شو في كتير يمكن مثل جورج شو بتفكر فيون هون ما عمل لك يعني هيدا هيدا الوضع بسبب الوضع الاقتصادي يعني جورج بالنهية عن جد قليل رحمه من عزة عائلته بس وضع وضع عاطل يعني جورج لو ما هالوضع وصل معه له هون ما اقدم هايك عمل يعني كون سرحين ما كان اقدم على هايك عمل طيب منلاحز بين وقته التاني في حملة بتقوى على المدارس الكاثوليكية علما انه في مدارس افرادية في مدارس مدارس كاثوليكية هي مش مدارس كاثوليكية لاش دايما الحملة بتتركز على المدارس كاثوليكية اكتر من غيرها هي طالع بالمدارس الكاثوليكية اكتر من غيرها صح بس هي هي بكل المدارس يعني حتى أصبرك تار عزار هو ما بيمثل بس المدارس الكاثوليكية هو منسق للمدارس الخاصة بيمثل كل المدارس الخاصة باللبنان كاتوليكية وغير كاتوليكية بس طالع السرخة أكتر يمكن في شوية حرية أكتر أول بدك تسألهم نحن تعطينا مع المدارس الكاتوليكية بس يمكن في شوية حرية أكتر أو يجربوا مع الأفريقاء السيسيين يحلوا هذا الموضوع بطريقة ما بس بالمدارس الكاتوليكية نحن هاي المسؤولين عنه طيب ليه برأيك الدولة لا تجبر أبناء الموظفين بالكتاع العام تعليمهم بالمدارس الرسمية بتتفعلوا المنح وبتتفعلوا المساعدات صح الحر وين بدك تعلم ابنك بس ما بتفعلوا منح هذه ضمن الأوانين بس ما فيك تجبروا أنه ما بدك تعلم بيقلك يمكن أنا هالمدرسة ما حيب بالمبنى ما نقول شيء ما حيب مبنى بدي حطه بغير مدرسة إليك حق بس عم تتفعلهم حتى بعض الأسات زي بالتعريم الرسمي بعلموا لدهم بمدارس خاصة أكتريتهم أكتريتهم بعلموا بالمدارس خاصة صح صح ما هنا نحكي فيه والدولة عم تدفع أرقام بهذا الموضوع فيه أرقام كبيرة عم تندفع يعني من الدولة عم يدفعوا للمدارس الخاصة كمساعدات فيه أرقام كبيرة عم تندفع كان فيه بحث سنت الماضي أنه هالزيادات اللي حصلت واللي بدأت تحصل أنه تتحملها الدولة صار في عندكن شيء مسع جدي وقال إياها أمين عم المدارس كاسوليكي بير بوترس عزار أنه عم بيسعوا لهالشيء أنه الدولة تتحمل كمان بالنتيجة هاوضي تلميز عم بتعلم من نهاية الدولة مفروض تتحمل ما فينا نهاية تهرب الدولة من مسؤوليتها الدولة لازم تتحمل أكيد لأنه هاو أبنائها والدولة دولة في عندها إلزمية التعليم للصفوف الأساسية الأهل عم بيدفعوا عنها عم بيسع دولة الدولة ما هون مشكلة أنه الولد سيزة ريشارد يوصل من صف الحضانة لصف الفلسفة عم بيكلف أهله 120 مليون ليرة هاو دي بديل ما الدولة هاو بس أقصاد الدولة عم تدفعوا المواطنين عم يدفعوا عنه المواطن المرهق بالضرائب وبالرسوم وبالأعباء وبالمرض وبكل شي هو اللي عم بتحمل هون عم بتحمل كل شي وعم بتحمل غلل معيشة اللي إجا وبعده من نهاية يبقي على نفس اللي عم بيقبضهم يعني ما في مدخولة زيادة ما عنده إنكم زيادة إذا كان موظف أو كان حتى إذا حسابه بعد يمكن شوية الوضع سيوي أكتر برأيك حسب الاتصالات اللي عم تعملوها في مدارس فيها زيادات يعني مثلا المدارس اللي سنة الماضي صار فيه خلافي ولجان الأهل كيف السنة بدأت تسوى أمورها في مدارس عندها زيادة بس السنة في قسم كتير من المدارس عم بيجرب يتحمل قدمة فيه وما يكون في عنده زيادة بس في مدارس بعد عندها زيادات في مدارس تم الاتفاق من سنة الماضي أنه يقصد الزيادة على سنة أو اثنين أو تلاتي فأكيد السنة كمان عندك هالزيادة هون إنسا هي الزيادة بتجي في الأساتذي عندهم درجة بيخدوها كل سنتين بيخدوا الأستاذ درجة سنة بيخدوا الأرقام المفردة سنة بيخدوا الأرقام المجوزة نعم فهذه زيادات بنا تجي بس هاي زيادات الدائمة زيادة بسيطة خمسين مئة ألف عم تجي مع المدارس بأرقام كبيرة مش هك نحن عم نطالب أنه هالموازنات هاي دي تنفتح ونطلع يعني عندهم عم بيجوا ونحن كليجان أهل بيجي بقول لكم ضونا على الموازنة بنيهم ما تشوف ولا ورقة بيعطوك ورقة عليها أرقام نضي طب ما هو دي حيالة حيالة تلميذ بتعطيها معك الكيلاتريس بيعملك هالأرقام كله نسوا ما أنه بحاجة طب أنا كيف بدي أمضي لك وفق لك على أرقام أنا ما شايف شي منه طب لاش المدرسة بتتزرع أنه الموازنة الأصلية ما بتسلمها لليجان الأهل وبتسلمهم ما يسمى مسودة موازنة الخلاف نحنا فرجينا نحنا أنه هالأرقام أنت مضبوط دافعتيون تنصدق نحنا نحنا ما مشوف شي من هالأرقام وهذا نقطة خلاف طب لب تحجبهم شو السبب ما لبلك تسأل المدارس أكيد أكيد أنا اللي بقوله في شيء في شيء أرقام منا كتير مزبوطة أو في شيء عم تتغطى بشيء تالي على ما يبدو لا بواحد ما نبي الفرجيون أحسن أن نقول نحنا عم نتهم وهلي بقولونا عم تتهم فرجونا إذا فعليا أنتوا ما عندكم أرقام منا مزبوطة فرجونا إياهم فرحوا له الموازنة موازنة ما عم تنفتح ومن ما ينتقلين إذا جيت تقولوا عم يتهجب نحنا على رهبنتنا يلي نحنا ما لنا نبين نتشح لرهبنتنا ولا رهبنيتنا أبدا بس نحنا كمان في عنا أهيل قتلك عم بعينه عن جد عم بعينه وإذا بتعمل برمي وبتسأل المدارس وبتشوف شو عم بعينه في أهيلي عندها عندها مشكلة كبيرة وانت مشرد تطلع بس بالمدارس حجم المساعدات الناعم يزيد عندها كل سنة وحجم الأقصاد الغير مدفوعة الناعم يزيد كل سنة بعرف أنه فيه مشكلة مزبوطة مشكلة حقيقية بالبلد سنة الماضية قداش صار فيه تقريبا نقلة من المدارس الخاصة للمدارس الرسمية على صعيد لبنان صار في نقلة طبع كانوا متوقع بحدود الخمسين ألف والرقم قطع ستين قطع ستين ألف قطع ستين ألف نقلوا من مدارس خاصة نقلوا من مدارس خاصة لمدارس رسمية لا لأنه مرتحين على مدارس رسمية ما كان أكيد بيكون يحب يخلي ولده بالمدرسة اللي هو فيها معرفئته مع أصحابه مطرح ما تعود أجل نقلوا على مدرسة رسمية لأنه فعلا مش قدر رقم بيخوت نسبة كبيرة يعني والسنة بتتوقع فيه بيصير أكيد إذا ما زل بيع الوضع الاقتصادي هايك أكيد السنة كمين بتكون عندك المشكل أكيد أصلا من هلأ نحن منعرف كتير ناس من هلأ ناويين يلقلوا سنتجي على مدارسة رسمية طيب اتحاد المدارس الكاثوليكي اتحاد لجان الأهل شو أبرز المشاكل اللي عم تواجهكم هلأ بالمدارس حالية طلق هي الموازنات ونحنا نحنا المشروع اللي عم نطرحه تمنعود نحنا نعمل مشاكل بين لجنة الأهل والمدرسة لأنه نحنا المكرهين وقت المفوض نحنا بنعمل مشكلة أو يصير فيه شريعة بين لجنة الأهل والمدرسة نحنا نحنا يعني ملنا هوات مشاكل بس وليك المكره عندك أهل عم تجي عم تبصلك صوته قال لي أنت رتبصل صوته للإدارة وعم تجي وصارخوا فيه أهل صار حتى بطلوا عم ينطروا لجنة الأهل عم تروحوا هني ويتشارعوا مع الإدارة وهني عبصوا صوتا للإدارة نحنا هاي المشروع مطرحوا منشيل هالمشاكل هاي دي ومندفع ست درجات للأسات زي يلي يلي الأسات زي حقهم والإنواع طهن ياها نحنا بندفع ست درجات من المقابل والقسط بينزل مش بكل المدارس بمدارس بينزل بمدارس قسم كبير بمدارس شواء أقل في مدارس ما بينزل يمكن بضل متمهون لأنه فعلا تلك في بعض المدارس ملتزم كتير بيضا عملي ضبط نفس كتير وعملي عصر نفقات كتير لأنه فعلا خايفي وشايفي أنه الوضع ما بيحمل مع الأهل وعم بتعاني من هالموضوع هاي دا طيب المدرسة اللي بتزبط قسطتها عمعدة لفترد ألف تلميذ وبتكون الرواتب والقسطة تقريبا زابطة على ألف تلميذ طيب سنت الجاي إذا خفوا خمسين وزادت على الأهالي هاي بيصير مصيرة شو مصيرة تسكر عن مدرسة طويل لا ما بتسكر إذا في إدارة حكيمة راح تعرف تتعامل مع الموضع ما بتسكر كيف عم بتعاملوا إجمالا وقت عم بيخفوا عدد تلميذ من مدرسة عم بزيد أكيد بنوزيد القصد بس هون دور المدرسة أنه هي كمان قدمة فيها تجرب تعصر نفائتها تلك نحنا مش ضد إذا كان فيش مدرع زودي زودي أكيد أكيد هلأ خاصنا بهاي الفترة نحنا مش ضد إذا في مدرسة عندها زودي وهالزودي محقة نحنا مش ضدها بس نحنا وقتنا نيجي ما عم بخلونا نطلعها ولا رقم بقولوا لك نضيلنا عزودي ويفقلنا عزودي لأ نحنا ضد هيدا الموضوع نحنا ما فينا نوفق عزودي بنو مش منا مطلعين عشي أو شفنا أنه هالأرقام غير منطقية يعني بتوصل على مدارس بتتطلع في حتى بعد البنود خاصة بالبند جيم بتتطلع أنه ما فيه إلو ضوابط ما فيه إلو أي ضوابط يعني مدارس ينقيدوا أرقام اللي بدون إياها مثلا تعويض على أصحاب الإجازة ما فيه أي ضابط بهالموضوع فيه أعراف بس ما فيه إيجار مدرسة أحيانا يعني هو متل بدل إيجار مدرسة لأنه إجمالا الرخصة بتبقى بإسم الرهبني أو يعني وعندها الرهبني يمكنوا عندها مدرسة 2-3-5-10 قد ما كان عندها فهذا بدون يدفعوا متل إيجار متل بدل إيجار إذا بدك يعني هو فهيدا ما فيه إلو ضوابط يعني ممكن تلاقيه بمدرسة ألف تلاقيه بمدرسة عش تلاف ويكون نفس الحجم أو نفس الكبر أو نفس مسيحة الأرض فتلاقيه فيه فرق كبير هذا ما فيه ضوابط مثلا نحنا اللي عم نطرح أن يكون عندنا ضوابط لهالأمور هايلي ضوابط نحنا اللي عم نشدد عليها هي بالقسم بالبند ألف يعني بالقسم 65% طبع القسم هين اللي عم نطلب فيه نحنا وساعدنا نخلي الـ 35 للمدرسة هالـ 35 إذا المدرسة عندها إدارة حكيمة بجيدة إن شاء الله بتربحهم كله ونحنا ما عندنا مشكل لأنه نحنا بيكون مضبوطين الـ 65-35 حكما انضبطت معه وإذا هالـ المدرسة عندها إدارة ما عم تعرف الديد مش الأهيلي بتحملوا النتيجة الإدارة بتتحمل النتيجة يعني اللي بيغلط بتحمل نتيجة أفعيله واللي بيكون شاطر كمان يربح من وراء شطارته نحنا مش ضد أبدا ساعتنا العكس نحنا معه وبدنا المدارس نحنا تربح مشان هيك نحنا معه تضل تتطور و تضل تتحسن نحنا شيء اللي يميزنا كالبنانية بالشارع هو هالعلم اللي نحن متميزين فيه وخاصة من درسنا كالتوليكية اللي كانت رائر بها الموضوع نحنا ما بينا ننكر هذا الفضل أبدا نحنا أستاذ ريشار مرعب رئيس الاتحاد اللي جان الأهل بالمدارسة الكاثوليكية بجبال وكسروين نشكرك على حوار أنا أشكر المستمعين كرامكم أهلا وسهلا فيك وإلى لقاءات أخرى أعزائي المشاهدين نحن نتوقف للحظات ومنتابع معكم مع الأستاذ جورج بوتروس رئيس حركة حق وعداني